كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل البنت التركية اقبال ومواطنتها عائشة حب ومرض نفسي والقاتل جزار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تزال قصة مقتل البنت التركية اقبال زنور ومواطنتها عائشة نور خليل تشغل الرأي العام في تركيا في ظل محاولة الشرطة التركية فك اللغز في الجريمة الشنعاء التي حدثت في الرابع من اكتوبر الجاري هيس اقدم سميح جيليك البلغ من العمر 19 عاما على قتل كل من اقبال زنور وعائشة نو التي كانت في نفس عمره ثم القب نفسه من فوق صور قلعة ادريني كابي وهي قلعة تاريخية تصدر قصة مقتل البنت التركية منصات التواصل الاجتماعي وحبلت القضية مجموعة من التفاصيل المسيرة التي كشفت عنها السلطات الامنية القاتل يبلغ من العمر 19 عاما ارتكب جريمته الاولى يوم الرابع من اكتوبر عندما التقى بعائشة خارج المنزل وذهب معا الى مغبز لشراء الخبز لتناول الافطار وهو الامر الذي كشفت عنه الكاميرات الامنية الموجودة في المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة وبعد ذلك اخذ جليك الفتاة الصغيرة الى منزله في منطقة سلطان ايوب وارتكب جريمة القتل وبعدها استخدم هاتفه واتصل بالشرطة وابلغ عن ارتكاب جريمة القتل ثم توجه الى اصوار المجينة في منطقة الفاتح من اجل لقاء اقبال ازنور التي جمعت بها قصة حب ولكنه قام بقتلها هي الاخرى ولم يكتفي سميح بذلك بل استخدم سكين فهو جزار وقام بتقطيع اطراف اقبال ورأسها وحمل تلك الاشلاق معه وصعد بها الى صور القلعة الموجودة في وسط اسطنبول في منطقة الفاتح وقام بالقاء اشلاق حبيبته السابقة من اعلى الصور ثم بعدها القى بنفسه كشفت الشرطة ان قاتل الفتاة التركية هو نفس الشخص وهو سميح جليك وان الفارق الزمني بين الجريمتين هو نصف ساعة فقط قبل ان يقدم على قتل نفسه ايضا بالقفز من اعلى صور قلعة تاريخية واوضحت الشرطة ان الجاني لديه خمس سجلات داخل مستشفيات مختلفة والتشخيص في كل الحالات هو اسباب نفسية كما ان لديه سلاسة سجلات جنائية في حوزة الشرطة ووجدت الشرطة في منزل سميح جليك مجموعة رسومات لشخصيات بشرية كانت اعضاء ومقطعة في دفتر الملاحظات الخاص وصلنا الى نهاية اخبر اليوم دمتم في امن الله وامنه والسلام عليكم